التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية اللواء طبيب بهاء الدين زيدان لمتابعة عدد من ملفات العمل بالهيئة ووجه رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع خلال الفترة القادمة بهدف وضع خريطة طريق لتيسير وتبسيط إجراءات إصدار تراخيص للمصانع الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية وكذا تحفيز هذا القطاع على التصدير للأسواق الخارجية وخلال اللقاء استعرض زيدان عددا من الموضوعات الخاصة بجهود توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وكذا خطة التنفيذ المرحلي لمشروع المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية كما استعرض الجهود المبذولة مع عدد من شركات ومصانع الأدوية العالمية من أجل العمل على توطين صناعة عدد من الأدوية ترجمة نانسي قنقر